سكون يا الله بكل أحوال نحن سنتكلم الآن عن التمدد المطرد الذي ينتهجه العسكري أقصد سواء كان بعد فرقة 17 الآن عندك لوقتها 90 لأن عندك يوم يومين يطلعوا خاصية مطار للطبقة بعدين يتجهوا لدير الزور مطار دير الزور وغيره من الأماكن تواجد النظام بكل أحوال معنا سيد العميد أسعد عوض الزعبي العميد والخبير العسكري أيضا تمددهم في أربيل وفي الشرق على كل الأصعدة يتمددون سيد العميد مرحبا مساء الخير مساء الخير في السيد العميد سيد العميد يعني بالتأكيد لا يخفى عنك ما يجري في الشرق السوري ما يجري في العراق هذا التمدد لدولة الإسلامية هل سيقف عند حدود أم لن يقي ولن يضع بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير أخي موسى أولا وقبلك الشيء من حيث ما جرى من أعمال عسكرية ما قام بها هذا التنظيم سواء بالعراق أو بسوريا لا يمكن ولا بأي منطق من أنواع التحليل العسكري أو القبول العسكري لا يمكن قبول بهذه النتيجة أطلاقا كنتيجة صراع الطبيعي ما بين الطرفين متصارعين سواء ما جرى مع الفرق العراقية التي تم تسليمها بالتواطئ أو ما تم أيضا حتى في سوريا بالفرقة 17 والليوة 93 والفوج 121 بالميلة بية حتى الآن في مطار الطبقة ما يجري الحقيقة هي ليست لا تمت بأي صلة لأساليب العمل العسكري لا يمكن أن توطينا نتيجة عمل العسكري حقيقي بالتحليل العسكري المنطقي واللا منطقي لا يمكن القبول بأن هناك فرق بالقبى ووسائط أو فرق بالتحصينات أو حتى فرق بالدعم اللوجستي ما بين داعش والعراقيين أو داعش والسوريين وأقصد أنا هنا نظام السوري أو نظام العراقي يعني فيش لا عمالة ولا حكي فاضي يعني العمالة موجودة أخي الكريم أقول السبب الرئيسي في تسليم الفرقة 17 أو الفرقة الأربعة في العراق هي عبارة عن عمالة واضحة تماما ما بين تنظيم داعش والنظام المالكي أو تنظيم داعش والنظام بشار الأسد طيب عفوا سيدة العمالة العمالة ليه لحتى يجز رؤوس ثلاثة ألوية أو ثلاثة عمداء ويذبح ويفتكوا ويفجروا حالهم ثلاثة انتحاريين في اللواءة 93 يعني ليش مشان إيش يعني أخي الكريم أخي الكريم أولا داعش تملك فكرين الفكر ما يملكه فكر الأول يملكه القادة المناظرين في هذا التنظيم الكبار الذين أخذوا معارك في أفغانستان واكتسبوا خبرات حربية هناك وأتوا إلى العراق وإذا أخذوا معارك في العراق هؤلاء يملكون فكرا يختلف عن الفكر الذي يملكه الأفراد المقاتلين الذين تم تجنيدهم في هذا التنظيم في أوقات متأخرة خصوصا من أحداث العراق الأخيرة لماذا هذا الفرق ما بين هذا الفكرين الفكر الأول يدعو إلى القتل يدعو إلى التمزيق يدعو إلى التشتت يدعو إلى السيطرة على منابع النفط على المواد ربما طرق تريب المخدرات المهم يعني تأمين دعم مادي كبير جدا لهذا التنظيم الفكر الثاني يؤمن بقضية جهادية تماما استطاع هؤلاء المنظرين في هذا التنظيم القدامى أن يسروا هذه الأفكار ضمن مجموعة من الشباب أو الصبية الذين تم تجنيدهم مؤخرا هؤلاء لا يملكون شيء إلا أنهم يظنون أنهم بالفعل يقومون بعمليات استشهادية ولذلك يقومون بدفع هذه العمليات أمامهم من ناحية عسكرية ثانيا أخي كريم عفوا أخي موسى أخي موسى ثانيا هذه العمليات الاستشهادية التي تمت الواقع لم تتم بشكل مباشر أو بشكل تحقيق مبدأ المفاجأة في الأعمال القتالية إنما تم التصريح عن ذلك والإيحاء لهذا النظام نظام الأشياء الأسد أن هناك أعمال عسكرية ستجري على الفرقة السبتاش ولذلك تم تهريب مجموعة كبيرة من الضباط وأقصد هنا الضباط الطائفة العلوية تم تهريبهم إلى مطار الطبقة وإلى أيضا اللواء التوصيين لماذا لم أعدم نظام يوم بعد يوم خمسة من كبار عمداءه في الفرقة السبتاش هذول الملاحوا يطلعون بالمروحية والأكيد من أعدم جامع جامع من قتل بعض الطيارين في الشعيرات لماذا أعدم طيارين قاموا بتنفيذ مهام فرقة ولكنهم أصابوا الفرقة أو أصابوا تنظيم داعش ووضعوا حاليا ووضعوا في السجون هناك فرع خاص بالطائفة العلوية وجدها في دمشق ولكن جبما البعض لا يعلمه هذا إن دل على الشيء يدل على هناك نعم لكن أنا بس أحب أن ناقش مسئلة هذه العمالة والتنسيق بشيء من النور الله كما يقول لأنه في سات العميد عفوا عندما نرى عشرات القتلى صح أنه في ناس طبيعي هذا في عنده مروحيات النظام بشيل العساكر اللي الغالين عليه بين قوسين وبيهربهم اللي بلا حقوم بلا حقوم بس المسألة أنه دائما نقول أنه هذه استلم وتسليم وعمالة يعني هذا حتى العقل لا يستيعبه ليه لأن النظام ما كان بعت لوائق المتطور إلى الشرق السوري في دبابات 82 وما كان بعت رسالة للعشائر أن يوقفوا بوجه التنظيم أخي موسى أن يعني أولا قيل لكل قول حقيقة وأنا حقيقة ما أقوله أو أدعيه حول يعني نوع التأمر ما بين نظام عصابة بشار الأسد وهذا التنظيم أنا أعطيك دليلا بسيطا جدا النظام كعادته ومنذ يمكن من عشرات السنين وخاصة تجلى ذلك بشكل واضح في هذه الثورة عندما يستطيع الثور تحرير أي نقطة عسكرية ويدخلون إليها يقوم هذا النظام بقصف هذا الموقع وتدميره بالكامل حتى لا يستفيد الثور لا من الأسلحة ومن الذخار وإن اضطره الأمر إلى قتل من فيه من عناصر تابعة لهذا النظام فسوف يفعل ذلك كما فعله بالفوج 168 بالفرقة السابعة في منطقة الزاكية لقد حصل ذلك في أكثر من عشرات المرات لماذا لم يقوم بقصف الفرقة 17 أنا أريد منك أسألك سؤال أستمع إجابته بعد فاصل أنه هل السيطرة أو تحرير المناطق من دولة إسلامية أصعب ولا من النظام أصعب بمن يريد يعني الذي يحمل عقيدة يريد أن يطاهر الأراضي السورية من هذا ومن ذلك لكن بعد فاصل قصر ترجمة نانسي قنقر